في اليوم العالمي للخدمة العامة الرئيس السيسي يؤكد دعمه لجهود التطوير الشام للجهاز الإداري للدولة دبابة الاحتلال تتقدم إلى أطراف منطقة المواصي شمال غربي رفح الفلسطينية وتواصل القصف على مخيم نصيرات وسط القطاع تظاهرات ودعوات في إسرائيل لإضراب عام حتى حل الكنيسة وإسقاط حكومة نيتانياهو ومسيرات بالمدن والعواصم الأوروبية دعما لغزة سديسة مسامة توقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جنيه مشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التليفزيون المصري تحية لكم موسيقى موسيقى توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهم وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص دعا رئيس السيسي خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة إلى تجديد العزم على خدمة وطنين العزيز ومواطني مصر الكرام مؤكدا دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم سبل الدولة لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتا كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحمل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصاني أو تحقيق الأمن أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن انهيار النظام العام والسلام في غزة يهدد بشكل متزايد العمليات الإنسانية والعملين في مجال الإغاثة في القطاع قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة تعمل مع شركائها والأطراف المعنية لمعالجة غياب النظام العام والسلامة إلى جانب العقبات الأخرى الماثلة أمام الاستجابة الإنسانية ذات المغزى محملا السلطات الإسرائيلية مسؤولية وصول المساعدات الإنسانية أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن 69% من المنشآت التعليمية التي كانت تأوي نازحين في قطاع غزة قد تعرضت للقصف أو لأدرار بشكل مباشر وشددت الأنروا على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة مطالبة بضرورة أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني والقيام بالوقف الفوري لإطلاق النار نزح مئات الآلاف من رفح الفلسطينية إلى شمال ووسط القطاع هربا من القصف الإسرائيلي تسبب الدرجات الحرارة في زيادة الأوضاع المأسوية التي يعاني منها النازحون في جنوب قطاع غزة المدمر وتحديدا في خان يونس نزح مئات الآلاف من رفح الفلسطينية إلى المدينة هربا من القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين العائلات الفلسطينية حملت أطفالها واضطرت للخضوع للتهجير القصري المتكرر والذي لا يتوقف الناس جاعة ولا أكل ولا شرب ولا أواعي ولا كسو الناس مشحشطة وما أحد مبسوط حتى نص الأكل الناس بتأكله وكله نص رميل حياة يعني حياة جحيم حياة غير أدمية وواقع مأساوي وسط نقص الماء والغذاء والدواء ومخاوف من انتشار الأوبئة في أنحاء القطاع الماء بنشربها ملوتة نفسنا بشربة ماء نظيفة والله نفسنا بشرب نيجي نشرب الماء نشربها زي النار لم تقي رحلات النزوح الفلسطينيين ويلات العدوان الإسرائيلية ولم يوفر جنوب القطاع الأمان الذي وعدت به القوات الإسرائيلية حيث اضطر النزحون إلى العودة مرة أخرى إلى وسط وشمال القطاع احنا قلونا الجنوب أمان ونزحنا من الشمال على الجنوب للأمان جينا على الجنوب على الأمان لقان الأمان الموت قدامنا بانتظرنا بانتظر ولادنا بانتظر بناتنا بانتظر قريبنا الموت لقناها قدامنا يعني ما لقناش الأمان نزل ما قلونا في الجنوب وعدونا في الجنوب في أمان كما يعاني الأطفال من واقع أليم في ظل عدم توفر الاحتياجات الأساسية وانتشار الحشرات القاتلة ارتفاع درجات الحرارة زاد الأمر سوءا داخل المخيمات التي لا تستطيع أن تقل الفلسطينيين برد الشتاء أو حتى حرارة الشمس إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول نقلت وكالة رويترز عن مصادر محلية قولها إن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تقدمت إلى أطراف منطقة المواصي التي تضم خيام النازحين شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة وقالت المصادر لرويترز إن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الاحتلال وعناصر من حركة حماس بالمنطقة استشهد عشرة فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي الصبرى جنوب مدينة غزة ومنزلا آخر بمخيم النصيرات وسط القطاع أفدت مصادر في قطاع الدفاع المدني وموقذون أن طائرات الاحتلال الحربية قد استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى إصابة آخرين وقد تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا ودوا منذ السابع من أكتوبر الماضي مع أصفر عن استشهاد أكثر من سبعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثمانية وتسعين شخصا وإصابة ستة وثمانين ألفا واثنين وتلاثين آخرين في حصيلة غير نهاية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن جنوده قيدوا جريحا فلسطينيا على الغطاء الأمامي لمركبة عسكرية خلال عملية في مدينة جينين بشمال الضفة الغربية المحتلة في انتهاك للقواعد العملية وأكد مصدر طبي في مستشفى ابن سين التخصصي في المدينة أن الشاب يدعى مجاهد فياب كان في حي الجابريات بمنطقة وادي برقين عند وقوع الحادث في السياق أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن فتى أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نبلس في الضفة الغربية قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الكنسة الإسرائيلية سيصوت وغدا الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون تمديد مدة خدمة الاحتياط في الجيش من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده أصيب بجروح بالغة نتيجة قصف بطائرة مسيرة في جهة الشمال توجه وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين وقبيل مغادرته قال جالانت إن إسرائيل مستعدة لأي إجراء قد يكون مطلوبا في غزة وكذلك في لبنان مضيفا أنه سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين المرحلة الأخيرة من الحرب في قطاع غزة أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يميني تنياهو أن الخلافة مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلقة بحرب غزة سيتم حله قريبا خلال هذا الاجتماع قال نتنياهو أنه منذ نحو أربعة أشهر يوجد انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن انضمام وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن جفير لهيئة الأمن المصغارة سيزيد التطرف والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية وسيعزز استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة وأشار مجدلاني إلى أن جميع أطراف التحالف في حكومة نتنياهو لهم مصلحة في استمرار هذا التحالف ويدركون أن وقف الحرب يعني الدعوة لانتخابات مبكرة وسقوط هذا التحالف من قيادة إسرائيل تظاهر أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة أمام وزارة الدفاع في تل أبيب في إطار احتجاجات أوسع تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو والتوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن قادة لاحتجاجات مناهضة للحكومة الإسرائيلية دعوا لإدراب عام في إسرائيل اعتبارا من السابع من يوليو المقبل حتى حل الكناست وإسقاط الحكومة في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة تظاهر أهالي المحتجزين الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب في إطار احتجاجات أوسع تطالب بإسقاط حكومة بن يمين نتنياهو والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين أهالي المحتجزين اتهموا نتنياهو بعدم الرغبة في التوصل إلى صفقة قائلين إنه طالما يشعر بالاستقرار على كرسيه فلن تكون هناك صفقة ولن يكون هناك حل ولن ينتعش الاقتصاد والدولة دون إسقاط حكومته وذلك على حد قولهم ونظمت احتجاجات في عشرات المواقع في تل أبيب وفي القدس المحتلة وفي قسارية حيث منزل نتنياهو وفي حيفا وبئر السبع وتقاوم حكومة نتنياهو ضغوطا من قبل بلديات الشمال لتحدد موعدا يعود بحلوله السكان الذين نزحوا من ديارهم إليها شرطة الاحتلال حاولت تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب وتم تفريق واحتجاز العديد من المتظاهرين المناهضين للحكومة بعد غلق الطرق في شوارع رئيسية وتشهد إسرائيل أسبوعيا تحركات حاشدة احتجاجا على طريقة إدارة نتنياهو للحرب الدائرة منذ نحو تسعة أشهر في غزة حيث يحمل المتظاهرون لافتات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة فيما حمل آخرون لافتات تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة شهد عدد من المدن الأوروبية مظاهرات لدعم غزة وخرج الألف في تظاهرات نظمة في العاصمة الألمانية برلين والعاصمة النمسوية فيينا ومدينة ميلانو الإيطالية ومالمو السويدية ومنشستر البريطانية وآرهوس الدينماركية وأوفيدو الإسبانية دعما لشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأشارت صحيفة لانويبا إسبانيا إلى أن المظاهرات نددت بالجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وأكد المتظاهرون مواصلة التظاهر حتى إعلان وقف إطلاق النار واحترام حقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشحنات الوقود المزيد يطلعنا عليه الزميل كاريم بابرس مراسل أتريفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل إدخال هذه المساعدات على جانبي الطرق في العريش ورفح إلى الأشقاء الفلسطينيين في رفح الفلسطينية وفي قطاع غزة بشكل عام لكن تعنت قوات الاحتلال وعرقلت دخول هذه المساعدات أدى إلى الصفاف هذه الشاحنات على يسار ويمين الطرق في مدينتي العريش ورفح المصرية ويمنع دخول هذه المساعدات مما أدى إلى وصول المواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة إلى حفة المجاعة وهذا ما قد أعلنت عنه من قبل الأمم المتحدة أن بالفعل بعض الأطفال وأيضا أريناسكو كانت قد تحدثت واليونيسيف عن أن بعض الأطفال بالفعل يعني توفوا جراء نقص الأغذية ونقص الأطعمة في شمال قطاع غزة لكن ها هي على جانبية طرق تدخل تنطلق إلى معبر رفح المصري وتعبر عبر معبر رفح المصري في اتجاه معبر كرم أبو سالم ولكن توقفها قوات الاحتلال من ناحية معبر كرم أبو سالم أو حتى بعد أن حرقت قوات الاحتلال معبر رفح الفلسطيني أو بوابة معبر رفح الفلسطيني تعرقل الدخول من ناحية معبر كرم أبو سالم بالقصف المستمر والاشتباكات بجانب كرم ابو سلم وتتحجج بعدم دخول هذه المساعدات جراء هذا القصف او في بعض الاحيان تتحجج لاسباب اخرى لكن في كل الاحوال يأتي هذا ضمن يعني الابادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا لا يقتصر فقط على الاطعمة. لكن ايضا هناك المسترزمات الطبية التي تمنعها قوات الاحتلال مما ادى لخروج خمسة وثمانين بالمئة من المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة تماما ورفح الفلسطينية يعني ربما ايضا المواد البترولية التي لا تدخل اه الى قطاع غزة تؤدي ايضا الى توقف المستشفيات وتوقف محطات الطاقة وبعد ان تدمرت اكثر من سبعين بالمئة من البنية التحتية لقطاع غزة الا ان المجودات المصرية لا تتوقف من اجل ادخال هذه المساعدات الى الاشقاء الفلسطينيين هذه هي الصورة بشكل عام من العريش والرفح والان اعود اليكم مرة استهدف حزب الله اللبناني موقعا عسكريا في شمال اسرائيل ردا على اغتيال قيادي في شرق لبنان وسط خشية من اتساع نطاق التصعيد بين الطرفين على وقع التهديدات المتبادلة في المقابل افاد الجيش الاسرائيلي بان مسيرة من لبنان اخترقت شمال اسرائيل وسقطت دون وقوع اصابات وشهد الاسبوع الماضي ارتفاعا في منسوب التوتر بين حزب الله واسرائيل على خلفية مقتل قيادي بارز من الحزب بضربة اسرائيلية اعلنت قوات الحوثي تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع مجموعة مسلحة في العراق استهدفت اربع سفن في ميناء حيفة الاسرائيلية ذكر المتحدث باسم قوات الحوثي انه تم استهدف السفينة شورثرون اكسبرس في البحر المتوسط وذلك باستخدام طائرات مسيرة وعودة الى الخبر المتعلق بالاحتجاجات داخل تل ابيب والداخل الاسرائيلي معنا عبر الهاتف الدكتور محمد عبود استاذ الدراسات الاسرائيلية في جامعة عين شمس دكتور عبود نرحب بك ونحن الان في اطار احتجاجات اوسع في الداخل الاسرائيلي تطالب بحل الكنيسة واسقاط الحكومة الاسرائيلية كيف ترى المشهد اليوم نسأل خير اولا سعيد الجديد مع حضرتك الواقع فيما يتعلق بالاحتجاجات في الداخل الاسرائيلي فنحن امام السبوع من الاحتجاجات الشديدة في الناسرائيلي ضد حكومة بن يمين نتنياهو الاحتجاجات تتركز بشكل حول مطلب رئيسي وهو اسقاط حكومة بن يمين نتنياهو بعدما ادرك الاسرائيليون وفي مقدمتهم عائلات الاسراء ان حكومة بن يمين نتنياهو تعارق لكل صدقة وتعارق لأي صدقة وتقط في ونع الضغوط المجتمعية في اسرائيل وكذلك الضغوط الامريكية بانجل عودة المختططين وعرض صدقة لتبادل الاسراء وإطلاق صراحة الاسراء ووقف الحر لذلك اصبح المطلب في الشارع رئيس البيان بعودة المختططين الاتجاه نحو عرض صدقة واسقاط حكومة بن يمين نتنياهو للتمهيد الطريق لمثل هذه الصدقة لذلك اعتقد ان انا امان اسبوع من الاحتجاجات المسألة تخطط الآن صقص التظاهر العادي وبدأ المحتجون يطالبون بعصيان مدني واضراب عام عن العمل ومحاولة لدمج نقابات العمال في عملية التظاهر ومحاولة ايضا للضغط على المعارضة الرسمية في الكنيسة لدخول المظاهرات اعتقد ان حكومة بن يمين نتنياهو لديها نوار صدقة الكنيسة ما زالت موجودة 60 مقعد اغلبية الكنيسة 61 فاليمين نتنياهو لديه بطاء سياسي ممثل في اربع مصاعد سيادة عن نص مقعد الكنيسة لذلك تسعى المعارضة الرسمية لشق الصفوف داخل حزب الليكود ربما ينقلب عدد من اعضاء الكنيسة المنتمين لحزب الليكود على المنين نتنياهو وسعتها من ان ممكن استطاعت الحكومة في الكنيسة عبر اقراءات صحب الثقة المعمول بها اعتقد ان المظاهرات في الشارع وعمل المعارضة الرسمية داخل الكنيسة كل هذا الذخم اقتنعا قد يغضي الى خلخلة الوضع السياسي في اسرائيل سواء بالضغط على المنتنياهو لكبول الصفقة او بسقاط قمة المنتنياهو والانتخابات المبكرة دكتور محمد عبود استاذ الدراسات الاسرائيلية في جامعة عين شمس كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة امبري البريطانية للامن البحرية ان هجوما بطائرة مسيرة قد الحق ادرارا بسفينة تجارية وذلك على بعد 65 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة في اليمن ذكرت الهيئة ان جميع افراد الطاقم سالمون مشيرة الى عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر اعلنت القيادة المركزية الامريكية سنتكوم تدمير ثلاثة قوارب مسيرة خاصة بقوات الحوثي في البحر الاحمر خلال ال 24 ساعة الماضية ونفت القيادة الامريكية مزاعم قوات الحوثي بشأن شأن هجوم على حاملات الطائرات ايزنهاور واشارت القيادة المركزية الى ان قوات الحوثي اطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن مؤكدة انه لم يتم ابلاغ التحالف ولا السفن التجارية عن اي اصابات او اضرار جسيمة دع المستشار الاعلامي الاقليمي لشرق افريقيا في المجلس النرويجي للاجئين كارل شامبري المجتمع الدولي للتدخل لتسهيل عملية ادخال المساعدات الانسانية الى السودان طلب المجلس النرويجي كافة الاطراف السودانية باحترام وحماية المدنيين والعملين في مجال الاغاثة محملاً المجتمع الدولي مسؤولية تدهور الاوضاع في السودان السادسة مستمرة وتتابعون فيها قتل واجر حروس في هجوم اوكراني على القرم باسلحة امريكية وموسكو تحمل واشنطن مسؤولية الهجوم قال رئيس لجنة دفاع بمجلس النواب الروسي اندري كارتابولوف ان روسيا وهي اكبر قوة النووية في العالم قد تقلص الوقت المنصوص عليه في السياسة الرسمية لاتخاذ قرار باستخدام الاسلحة النووية اذ ارتأت تزايداً في التهديدات التي تحيط بها واشعلت الحرب في اوكرانيا اكبر مواجهة بين روسيا والغرب منذ ازمة الصواريخ الكوبية في عام 1962 فيما قال الرئيس الروسي فلادمير بوتن ان موسكو قد تغير عقيدتها النووية التي تحدد الظروف التي يمكن فيها استخدام مثل هذه الاسلحة قال مسؤولون روس ان اوكرانيا قصفت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بخمسة صواريخ من طراز اتا كامز التي زودتها بها الولايات المتحدة بما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص بينهم طفلان ذكرت وزارة الدفاع الروسية ان انظمة الدفاع الجوية الروسية قد اسقطت اربعة من الصواريخ بينما انفجرت الرأس الحربية للصاروخ الخامس في الجو وقال حاكم سيفاستوبول ان نحو مئة شخص اصيبوا جراء شظايا الصواريخ التي سقطت هذا وقد حملت موسكو واشنطن مسؤولية الهجوم الصاروخية على القرم اعلن مسؤولون اوكرانيون ان روسيا قد قصفت مبنى سكانيا في مدينة خاركاف في شمال شرق اوكرانيا ما اوقع ثلاثة قتلى وعشرة المصابين واعلنت النيابة العامة الاقليمية اصابة اثنين وخمسين شخصا بجروح جراء الضربات بينهم ثلاثة فتيان وكان الحاكم الاقليمي قد اشار في وقت سابق الى ان اطباء يحاولون انقاذ حياة اربعة مصابين كما نشر صورا لنوافذ مشتعلة وسيارات وحافلات نقل صغيرة مدمرة من جراء الضربة افادت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاوكرانية ان القوات الروسية تحتفظ باربع حاملات صواريخ في البحر الاسود وبحر ازوف اشارت الهيئة الى تواجد سفينتين حربيتين في البحر الاسود احدهما حاملت صواريخ كاليبر مع ما يصل الى اربعة صواريخ وفي بحر ازوف يتواجد ثمان سفن حربية ثلاث منها حاملت صواريخ كروز كاليبر وذلك باجماليا يصل الى عشرين صاروخا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ان موسكو ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية واشارت زخاروفا الى ان الهجمات الممنهجة التي شنها نظام كييف على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وغيرها من منشآت الطاقة في روسيا تظهر مسارا يؤدي الى الحاق اضرار غير مقبولة باقتصاد روسيا روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية هكذا حذرت موسكو على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا وحول الهجمات الاخيرة للنظام كييف اكدت زخاروفا ان الهجمات الممنهجة التي شنتها القوات المسلحة الاوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا وعلى منشآت الطاقة الروسية الاخرى تظهر سعي كييف لالحاق اضرار غير مقبولة لاقتصاد روسيا وخلق مخاطر يمكن ان تؤدي الى عواقب وخيمة تعرض الامن النووي للقارة الاوروبية باكملها للخطر واشارت زخاروفا الى ان قصف سلطات كييف لمفاعل انر هودر يظهر التجاهل التام لسلامة المنشآت النووية السلمية في المقابل اطلقت روسيا وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة الحق اضرارا بمنشآت طاقة في جنوب شرق اوكرانيا وغربها ما اكبر كييف على استيراد الكهرباء بوتيرة قياسية وزارة الطاقة الاوكرانية اكدت ان الهجوم الروسي اصاب ايضا احدى منشآت البنية التحتية للغاز في غرب البلاد مشيرة الى انه بعد ثماني هجمات كبيرة شنتها موسكو على منظومة الكهرباء منذ مارس الماضي لا يزال الوضع في قطاع الطاقة صعبا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت ان قواتها استخدمت صواريخ بعيدة المدى اطلقت من طائرات وسفن وطائرات مسيرة لقصف مستودعات ذخيرة ومنشآت طاقة قالت انها تدعم الانتاج العسكري الاوكراني اعلنت مؤسسة رستيخ الحكومية الروسية انه تم تسليم دفعة جديدة من عربات المشاه القتالية بم بي ثلاثة المطورة للجيش الروسي اكد المدير التنفيذي لشؤون الاسلحة التقليدية والذخائر في المؤسسة بخخان اوزديوف ان المدرعات لديها القدرة على التخفي عن الوسائل التقنية واجهزة تصويب الحديثة اضافة الى قدرتها على الصمود امام نيران الاسلحة الخفيفة والمتوسطات الاعيرة والصواريخ المواجهة المضادة للدبابات اكد الرئيس السربي اليكزاندر فوتشيتش ان حجم صادرات بلاده من الذخيرة قد وصل الى ثمانمائة مليون دولار وذلك على مدار عامين او ثلاثة وقالت وكالة الانباء الاوكرانية ان اوكرانيا تسلمت هذه الذخيرة عبر دول غربية اخرى قامت بشرائها من صربيا التي اكدت انها لن تنحاز الى اي طرف في الحرب الروسية الاوكرانية ووفقا للرئيس السربي فان الاسلحة الصربية ارخص من الاسلحة الغربية وبالتالي فان حجم صادرات الذخيرة من صربيا يمكن ان يزيد اكدت كوريا الجنوبية ان تزويدها لاوكرانيا بالاسلحة يتوقف على تصرفات روسيا اوضحت سول انه اذا زودت روسيا كوريا الشمالية باسلحة دقيقة متقدمة فلن يكون هناك اي قيود امام كوريا الجنوبية في تقديم المساعدة العسكرية الى اوكرانيا كانت كوريا الجنوبية قد اعلنت في الاسبوع الماضي انها ستراجع امكانية تزويد اوكرانيا بالاسلحة بعد ان وقع رئيس كوريا الشمالية كيم يونج اون ورئيس روسي فلاديمير بوتين على اتفاق يتعهدان فيه بدفاع المشترك وذلك في حال نشوب حرب في سياق المتصل وصلت حاملة طائرات امريكية الى كوريا الجنوبية لاجراء مناورات عسكرية مشتركة تهدف الى مواجهة التهديدات الكورية الشمالية بشكل افضل ويأتي الاعلان بعد يوم من استدعاء كوريا الجنوبية السفيرة الروسي في سول للاحتجاج على اتفاقية دفاعية وقعها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين والزعيم الكورية الشمالي كيم جونج اون في بيونج يونج وتعهدا من خلالها بمساعدة بعضهما بعضا في حال تعرض اي منهما لهجوم لم تنضي ايام قليلة على زيارة الرئيس الروسي بلاديمير بوتين لكوريا الشمالية والتي نتج عنها توقيع اتفاق امني استراتيجي بين موسكو وبيونج يونج حتى وصلت حاملة طائرات امريكية في كوريا الجنوبية البحرية الكورية الجنوبية اعلنت ان حاملة الطائرات الامريكية التي تعمل بالطاقة النووية ثيودور روسفيلت وصلت الى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية لاجراء منورات عسكرية مشتركة هذا الشهر مع الدولة المضيفة واليابان تأتي زيارة حاملة الطائرات بعد نحو سبعة اشهر من قدوم حاملة طائرات امريكية اخرى وهي يو اس اس كارل فانسون الى الجنوب فاستعراض للقوة ضد بيونج يونج ومن المتوقع ان تشارك حاملة الطائرات في منورات مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان هذا الشهر ولطالما شجبت بيونج يونج التدريبات المشتركة المماثلة ووصفتها بانها تدريبات على الهجوم اعلان اتى بعد ان استدعت كوريا الجنوبية السفيرة الروسية في سول للاحتجاج على اتفاقية دفاعية وقعها الرئيس بلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون في بيونج يونج هذا الاسبوع وتعهد من خلالها بمساعدة بعضهما البعض في حالة تعرض اي منهما لهجوم وفي غضون ذلك انتقدت سول وواشنطن المعاهدة التي ابرمت بين بوتين وكيم وصفتين اياها بانها تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة لسيما انها نصت على مسألة تسليح الروس لكوريا الشمالية ما يخالف قرارات مجلس الامن ويهدد كوريا الجنوبية حليفة الولايات المتحدة اكد رئيس الفلبيني فردناند ماركوس ان بلاده لن تسمح بترهيبها وذلك بعد مواجهة عنيفة بين البحرية الفلبينية وخفر السواحل الصينية في بحر الصين الجنوبي هذه المواجهة هي الاحدث ضمن سلسلة مواجهات متصاعدة بين السفن الصينية والفلبينية في الاشهر الاخيرة وذلك في ظل تكثيف بكين جهودها لدفع مطالبها في المنطقة المتنازع عليها مع مانيلا تجري طيوان منورات حربية سنوية تهدف لمحاكاة قتال حقيقي بالنظر الى التهديد المتزيد على نحو سريع من الصين وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الطيوانية ان هناك حاجة ملحة لاعادة النظر في كيفية اجراء التدريبات ومراجعة الخطة القتالية الدفاعية بشكل مستمر على اساس متجدد محاكاة للحرب الفعلية تجريها طيوان في مناوراتها الحربية السنوية هذا العام وستهدف الى محاكاة قتال حقيقي بالنظر الى التهديد المتزيد على نحو سريع من الصين وتجري بكين التي تعتبر طيوان الخضاعة للحكم الديمقراطي جزءا من اراضيها مناورات منتظمة حول الجزيرة وذلك منذ اربع سنوات للضغط على تايبيه لقبول مطالبة بكين بالسيادة بالرغم من اعتراضات تايوان القوية مسؤول كبير بوزارة الدفاع الطيوانية قال ان هناك حاجة ملحة لاعادة النظر في كيفية اجراء التدريبات واضاف انه في السنوات القليلة الماضية تغير تهديد الصين بسرعة واشر الى انه يجب ايضا مراجعة الخطط القتالية الدفاعية بشكل مستمر وعلى اساسا متجدد حيث اصبحت الحاجة الملحة للتدريب القتالي الشامل اكثر اهمية مناورات تايوان والتي يطلق عليها هان كوانج تستمر خمسة ايام تتضمن تدريبات ليلية هذا العام وعلى غير العادة سيتم تضمين العاصمة تايبيه ايضا كما ان العناصر التي كانت في الغالب مخصصة للاستعراض مثل المناورات التدريبية الغيات وزارة الدفاع الصينية من جهتها لم ترد على المكالمات الهاتفية التي تطلب التعليق على التدريبات خارج ساعات العمل وقالت في وقت سابق انه من غير المجد ان تعتقد تايوان ان بامكانها استخدام الاسدحة لمنع اعادة التوحيد مع البر الرئيسي للصين واجرت الصين مناورات حربية خاصة بها لمدة يومين حول الجزيرة بعد وقت قصير من تولي الرئيس لاي تشينغ ده منصبه الشهر الماضي قائلة انها عقاب على خطاب تنصيبه الذي نددت به بكين ووصفته بانه مليء بالمحتوى لانفصاله وصل امبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الامبراطور ماساكو الى المملكة المتحدة وذلك في زيارة دولة يستقبلهما خلالها الملك تشارلز الثالث وتعد هذه الزيارة الخارجية الثانية لهما منذ اعتلاء ناروهيتو العرش وذلك في عام 2019 سيكون الحدث الابرز خلال هذه الزيارة المأدوبة الرسمية التي ستقام بعد غد الثلاثاء وذلك في قصر باكينغام وثارت وثارت تكهنات بشأن احتمال حضور الاميراكات زوجة وارث العرش ويليل اظهر استطلاع للرأي انه من المتوقع ان يتقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا وحلفائه في الجولة الاولى للانتخابات البرلمانية التي من المقرر اقامتها في 30 من يونيو وذلك بنسبة 35.5% من الاصوات وافاد الاستطلاع بان تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار سيكون في المرتبة الثانية بحصوله على 29.5% من الاصوات وتوقع استطلاع الرأي ان يأتي تحالف الرئيس الفرنسي امانويل ماكرو المنتمي للوسط في المرتبة الثالثة بعدما حاز على 19.5% من الاصوات عبر المستشار الالماني اغلف شولتس عن قلقه من احتمال فوز اليمين المتطرف في فرنسا في الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة اعرب شولتس عن امالي في ان تنجح الاحزاب غير المحسوبة على مارين لوبا وذلك في الانتخابات لكنه شدد على ان القرار يعود الى الشعب الفرنسي نقلت صحيفة نيكيا الاقتصادية اليابانية عن مسؤول كبير في المفوضية الاوروبية قوله ان الاتحاد الاوروبي يسعى لاقامة شراكات في قطاعي الامن والدفاع مع اليابان وكوريا الجنوبية بهدف التطوير المشترك للعتاد العسكري واضافت الصحيفة ان هذا التعاون سيكون الاول من نوعه المتعلق بالامن والدفاع بين الاتحاد الاوروبي ودول اسيوية وذكرت الصحيفة ان التكتل يأمل في التوصل الى اتفاق على المستوى الوزاري مع اليابان بحلول نهاية العام وهو ما يمكن ان يساعد الاتحاد الاوروبي على تمويل مشروعات مشتركة تديرها شركات يابانية واوروبية استنف مطار منشستر في بريطانيا رحلاته وذلك بعد تعليقها نتيجة انقطاع الكهرباء ما تسبب في الغاء وتأخير عدد من رحلات الطيران حيث نشد المتحدث باسم المطار الركاب بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه الى المطار ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ان الحرارة الحارقة سجلت عبر القرات الخمس 1400 رقم قياسي جديد خلال هذا الاسبوع فقط وقالت الصحيفة ان موجات الحرارة الشديدة اظهرت كيف ان ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الانسان جعلت درجات الحرارة الكارثية امرا شائعا ومنذ بداية العصر الصناعي ادت الانشطة البشرية ومعظمها حرق الوقود الاحفوري الى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بنحو 1.2 درجة مأوية القت السلطات اليونانية القبض على 13 من افراد طاقم وركاب يخت وذلك بعد اطلاق الالعاب النارية من المركب بما اسفر عن اندلاع حريق غابات في جزيرة هيدرا اضافت السلطات اليونانية ان رجال الاطفاء قد تمكنوا من السيطرة على هذا الحريق الذي دمر جزءا من غابة السنوبر الوحيدة بالجزيرة وذلك في منطقة بيستي النائية بسبب العاب النارية اطلقت من يخت شهدت جزيرة هيدرا السياحية اليونانية قرب اثينا حريق غابات كبير حيث اشتعلت النيران في غابة السنوبر الوحيدة في الجزيرة في مكان يصعب الوصول اليه عمدة الجزيرة اعرب عن غضبه من قيم بعض الاشخاص باشعال الحرائق بهذه الطريقة التي وصفها بغير المسؤولة مؤكدا ان البلدية سترفع دعوا مدنية ضد المسؤولين عن الحريق فور انتهاء التحقيق الاولي هذا الخبر اثار ايضا غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قامت اليونان مؤخرا بتشديد العقوبات على الحرق المتعمد والتي قد تصل للسجن لمدة عشرين عاما وغراما تصل الى مئتي الف يورو الى ذلك دعت الحماية المدنية في اليونان الى اقصى درجات اليقظة حيث ان خطر الحرائق ما زال مرتفعا جدا خصوصا في منطقة اتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية وفي بيلو بوناس في الجنوب وكذلك في وسط البلاد وتستعد اليونان لصيف صعب والاندلاع حرائق الغابات بشكل خاص بعدما شهدت شتاء هو الاقل برودة في تاريخها وشهدت الدولة المتوسطية اول موجة حر الأسبوع الماضي مع وصول درجة الحرارة الى اكثر من 44 درجة مئوية وفي العام 2023 شهدت اليونان حرائق مدمرة وموجة حر استمرت اسبوعين تخطت خلالها الحرارة 40 درجة مئوية ويؤكد خبراء ان ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن انبعاثات الوقود الاحفوري التي يسببها الانسان يؤدي الى اطالة موسم الحرائق وزيادة المساحات المحروقة لقي خمسة اشخاص حتفهم جراء انهيار ارضي في منطقة جابلية في وسط الصين وافدت قناة CCTV الرسمية بان الامطار الغزيرة تسببت في انهيارات ارضية مميتة في قرية ملحقة ببلدة هويهو الواقعة على بعد حوالي 1500 كم جنوب غرب بيكين وانهارت اربعة منازل في وقت مبكر اليوم بينما قتل خمسة اشخاص وفقا للقناة التي اوضحت ان عمليات البحث جارية لمحاولة العثور على ثلاثة مفقودين وجدير بالذكر ان الصين تواجه في الاشهر الاخيرة ظروفا مناخية قاسية وحرارة غير عادية تفاقمت بسبب تغير المناخ وفقا للعلماء اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصلة تقديم المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تشهد المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة والتي انطلقت بداية شهر مايو الماضي اقبالا غير مسبوق في جميع المحافظات من قبل الطلاب حيث تحرس الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب بهدف تحقيق اقصى درجات التحصيل الدراسي والتخفيف عن كاهل الاسرة المصرية تنظم مؤسسة حياة كريمة عدة فعاليات لخدمة المواطنين الاولى بالرعاية في محافظات مصر المختلفة وفي محافظة الاسماعيلية نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية فرحة العيد بتجهيز عشر عرائس بالاضافة لتسليم مساعدات تمكين اقتصادي وحالة طبية مؤسسة حياة كريمة طول الوقت بتقدم فعاليات مختلفة لخدمة اهلنا الاولى بالرعاية في محافظات مصر المختلفة ومن ضمن المحافظات دي محافظة الاسماعيلية اللي قامت فيها المؤسسة بتنظيم فعالية فرحة العيد لتجهيز عشر عرائس بالاضافة لتسليم مساعدات تمكين اقتصادي وحالات طبية حياة كان يعني في جو يسود البهجة وردود فعال إيجابية من كافة المواطنين اللي حاضرين للفعالية وساعدنا بيهم ودايما ان شاء الله نكون قدر المستطاع على رضا كبير من المواطنين من أهلنا من محافظة الاسماعيلية نبدأ نعمل أبحاث عليهم في الأشد احتياجا وبنعمل برينة تأميني وصور بطايق وبنعمل مرة واثنين وتلاتة واتصالات لغاية ما بنشوف الصورة اللي عشد احتياجا اللي احنا عاوزين نجهزها احنا النهاردة متوديسة فعالية فرحة العيد المنطف تسليم بأجهزة عرائس من جميع المراكز وحافظة السماعيلية فريقنا نزل الشوارع ودور على الإنالي أكثر باستحقاقا وهم اللي وصلونا ليهم وهم كانوا السبب ان احنا نعمل فعالياتنا النهاردة بقصة حفل بيسود الفرحة والبهجة بين المواطنين تم تسليم المستفدين الأجهزة الكهربائية في مشهد بيبين قد ايه تحقيق حياة كريمة الأهداف اكتر من حوالي عشر عرائس سلم وحاجتهم النهاردة كان طبعا المنظر جميل جدا وان شاء الله فيه دي مش اول مرة يعني دي اكتر من مرة عملنا الكلام ده وفيه لسه فعالات كتيرة ان شاء الله جاي بإذن الله وطبعا بمساعدة المتطوعين النهاردة وبجهدهم ومساعدة فريق بحث الحالات قدرنا ان احنا نوصل يعني لأكثر استحقاقا من القرى المختلفة ينفسنا علي نشكر المجادرة الذي ساعدت قامت ومساعدتها مع زواد بنتي فانا لا يستطيع القيام بها فنشكرها ونشكر على كل القائمين عليها تشاهدنا يوم بعد يوم بيستفيد مواطنين جدد من خلال الخدمات المختلفة اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة طول الوقت اللي اصبح صداها بيشعر بيه كل مواطن محتاج للرعاية وتقديم كافة اوجه الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتوعاوي بها ولان نتحول في نشرة السادسة لتعرف على اهم انباء المال والاعمال الجولة الاقتصادية وصارة نجيب شكرا يوسف شكرا رهام مشاهدين هذه وقف حظنا الاقتصادية للسادسة اهلا بكم في ظل الموجة الحارة شديدة لارتفاع وزيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة اعلنت وزارة الكهرباء والبترول زيادة فترة تخفيف الاحمال اليوم وغدا فقط لساعة اضافية واكدت الوزارتان ان قرار جاء حفاظا على الكفاءة التشغيلية لمحطات انتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية اكدت الحكومة ان مبادرة رئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تأتي في اطار جهود الدولة للتصدي والتكيف مع الاثار السلبية لتغير المناخ فضلا عن التصدي لمشكلات التصحر جاء ذلك خلال تقرير استعرضته وزارة الزراعة حول ما تم انجازه ضمن المبادرة التي اطلقها الرئيس السيسي في مرحلاتها الاولى وثانية والتي شملت 13 محافظة حتى الان واشرت الوزارة الى ان هذه المبادرة يتم تنفيذها في الطرق والجزر الوسطى بالطرق والظهير الصحراوي للمحافظات اضافة الى نتاق الجهات الحكومية وكذلك مداخل المدن والقرى صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة والذي يشير الى الانفاق العالمي على تكنولوجيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه للوصول الى تريليوني دولار عام 2024 واضف تقرير ان الطاقة الشمسية الكهرودوئية تقود التحول في قطاع الطاقة حيث يذهب الان المزيد من الاموال الى الطاقة الشمسية الكهرودوئية واضح التقرير انه من المقرر ان تستأثر الصين باكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة عام 2024 لتصل الى ما يقدر بنحو 675 مليار دولار سجلت مؤشرات البوصى ارتفاعات جماعية في اولى تداولتها بعد عطلة عيد الاطحى مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصندوق الاستثمار المحلية والمستثمرين الافراد العرب والاجانب فيما مال التعاملات المؤسسات العربية والاجنبية والمستثمرين الافراد المصريين نحو البيع وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة بختام التعاملات نحو 44 مليار جنيه ليصل الى مستوى 1.837 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8 مليارات ونصف المليار جنيه تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو مليارين وثمانمائة مليون جنيه وقفز المؤشر مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة 2.44 من مائة بالمائة ليصل الى مستوى سبعين وعشرين الف واثنين واثنتين وستين نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 2.93 من مائة بالمائة ليصل الى مستوى 6103 نقاط شملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نتاقا والذي زاد بنحو 2.98 من مائة بالمائة ليصل الى 8810 نقاط في منطقة الخليج قفزت الأسهمة السعودية مدعومة بمكاسب واسعة النتاق مع عودة المستثمرين من عطلة عيد الأطحى التي استمرت أسبوعا في حين أغلقت معظم برسات الخليج على انخفاض وارتفع المؤشر القطري 2.10% مواصلا ما كاسبه للجلسة الرابعة عشر وهي أطول فترة صعود منذ نحو عام في المقابل نزل المؤشر الكويتي 3.10% والبحراني 1.10% والعماني 0.5% قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هايبك إن الصين لا غنى عنها فيما يتعلق بتحقيق أهداف المناخ وخلال زيارته للصين أكد هايبك ضرورة أن يسمح للصين بتحقيق نفس المستوى من أمن الطاقة مع تقليص عدد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق سنغال معدل نمو تصل نسبته إلى 10.11% للعام المقبل مقابل معدل نمو يصل إلى 7.11% للعام الجاري وأوضح الصندوق أن الآفاق الاقتصادية للسنغال تحسنت بشكل ملحوظ بعد التسوية السلمية للانتخابات الرئاسية في مارس الماضي متوقعا كذلك تراجع معدل التضخم نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة والآن عودة من جديد إلى رهام ويوسف إليكم شكرا سارة شهد مسجد الميناء الكبير بالغرطقة انطلاق النشاط التثقيفي للأطفال كان هناك عدد من الفقرات خلال هذا البرنامج وتم تكريم الطلاب المتميزين انتهت أخبارنا وبقي تذكير بالعنوية في اليوم العالمي للخدمة العامة الرئيس السيسي يؤكد دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة دبابات الاحتلال تتقدم إلى أطراف منطقة المواصي شمال غربي رفح الفلسطينية وتواصل القصف على مخيم المصيرات وسط القطاع تظاهرات ودعوات في إسرائيل لإضراب عام حتى حل الكنيست وإسقاط حكومة تانياهو ومسيرات بالمدن والعواصم الأوروبية دعما لغزة وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري شكرا نطيب المتابعة وادمتم في أمان الله تحية لكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر